اشتركوا في القناة 28 فبرايل لحد 1 مارس بيبقى 3 ايام دول الناس كلها بتستناها عشان بيبقى فيه كارنفال ممتاز وشكله جميل جدا بقى اطفال ورجال وسيدات ولبسين لبس جميل صراحة ويبقى فيه مزيكة وبتبقى الحياة هنا حلوة والجو كمان مساعد يعني الشمس طلعة فالمرة دي يا جدعان اتلغى كل حاجة اتلغت كل حاجة اي مكان فيه اكتر من الف فرد اتمنع عندنا القرى توقفت مش عارفين هتمرن امتى ولا القرى هتبدأ امتى كله ده بسبب فيروس كورونا تركب التروميك داخل المستشفى تشم ريحة اللي هو المعاكم ده في الاوتوبيس مبارح عشان زيوري خطب عن زحمة محدش بيروح بيها بالعربية شايفين دلوقتي الترام عامل ازاي والدنيا ماشي عادية جدا لكن كمية ناس قليلة جدا 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 المكان ده بيبقى فيه مثلا حوالي 100 الف بناه ده انا هسيبكوا شوية دلوقتي تشوفوا الجروب ده عامل مازيكا لمدة 8 داي وبعد كده ماشي وبعد كده نكمل معكم اشتركوا في القناة 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 بتطلع على البحيرة على البلفي مكان طبعا وهم فالفيروس دو يعني تحس ان الناس خايفة ما حدش بتسلم على حد دلوقتي يعني ما حدش بتسلم على حد ولا حد بيقضل حد ولا بيبوس حد والكلام ده الصيدليات ما عندهاش معقومات ولا مسكات كله خلص الناس هنا عشان متدلعين زادة على الزوم كمان وبيخافوا على صحتهم التليفون يعني في الترفيزيون بتكلم نهارده ومبارح واول مبارح اللي هم الناس المسؤولين على الصحة وكده في المستشفيات الناس بتسأل اسئلة غريبة يعني سويسرا قالت ان فيه 15 فرد جايين واغلابهم جايين من ايطاليا بس الاغلابية الحمد لله يعني حالتهم كويسة انت ممكن تكون سوخنة عادي يعني بالشرط تكون انت يعني عندك فيروس بس هما عشان الامان الناس بتخاف على بلدها والدنيا كلها بتقول احنا عندنا كم مصاب عشان الناس تخلي بالها ده اقتصاد دول مهزوز انت خيل انت مبارح دوه اليوم دوه فيه ناس بتستنى من السنة للسنة عشان بيبيعوا اكله وشربه والملابس وبروكات وشايفينتوا اللبس دوه بيبقى فيه حاجات كتير جدا زي مولد كده مولد وطبعا الدخل هنا للناس دي يعني يعني راح يعني التلات ايام دول الناس المؤجرة المكان كله خلاص قفلوا مش اذا كان بيبيع اكل بيبيع سفونير بيبيع اي حاجة بقى زمارة بروكة لبس تليفونات اللي هي بتحطي على التليفونات الحاجات كده غريبة سناسل يعني الناس بتبقى فرشة فرشة كبير يعني الرزق بتاعهم دوه طبعا دي حاجة بتاع تربان طبعا بس تحس فعلا ان البلد فاضية المكان ده بالذات من 28 اتنين الواحد تلاتة بيبقى على طول بعد الساعة 12 يعني وتلاقيه بقى مليان ناس والناس كلها مستنية وبيبقى المنظر صراحة خطير جدا 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 كل الفرق بقى بيبتيت حب تبين نفسها والفرق دي من زيوريخ ومن برة زيوريخ وبييجوا بيعملوا مزديكة حلوة والجو بيبقى الاتموسفير هنا الجو بيبقى جميل جدا صراحة يعني الواحد بيستنى للنسوات العارف سواصرة يعني من البلاد الهادية جدا 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 فالواحد بيستنى حاجة زي كده عشان يعني يشوفها يعني في حاجة ماشية في الشارع في دحك في شوية في ناس الواحد ياخد عياله امراته مثلا بيعزمهم على اكل برا كده كل ده تلغى كل ده تلغى لكن بعد كده هنا هطلع على ميدان الابرة ميدان الابرة ده عمتا في الايام دي ما تعرفش تحط فيه رجل فاضي اللي بقى بيلعبه بقى بالعجل اللي بيعملوا شو الناس بتقدم حاجات كتير ان شاء الله هنزدلككم الفيديو بعد ده كده هتشوفوا بقى حاجات يعني مكان ميدان الابرة ده وجنب بحيرة زيوريخ ده مكان لازم لازم اللي يجي زيوريخ وال المكان اللي احنا فيه ده 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 اساسي لازم تشوفه ده مثلا زي ما تروح مثلا مصر لازم تروح الهرم مثلا كده يعني البلفي ده البحيرة دي حاجة يعني جميلة جدا اي حد جيس وسرى هيعرف انا اصدق ايه الشكل اللون المية النظافة الناس طريقة الكلام الادب الادب هنا عالي اوي يعني فشوفوا يعني سبحان الله فارس ده جاي من عند ربنا كده يعني فيه ناس سبحان الله يعني صعبانين عليا لما بسأل واحد مبارح كان عنده اشتندي يعني كان هجبيه حاجات بيقولي انا همكلفه كذا الف وبتاع وجايب بضاعة وكل ده بقى اوكي الحاجات دي بلسك مش هتخسر بس بقى اللي جايب اكل طيب اللي جايب اكل بقى كتير مثلا واحد مثلا بيقولي انا جايب مثلا الف هامبورجر طب انت هيعمل فيهم ايه دول بقى هيأكل هيقعد طرور ستنى اكل هامبورجر مثلا غريبة او الفيروس ده ما اعرفش ربنا واسطوره علينا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر